طيب أبدأ مع حضراتكم وزيارة السيد الرئيس لمنتخبنا الوطني طبعا وافتتاح أو تفقده للمدينة الأولمبية اللي في مصر هو يعني ده كان أول ظهور يعني المدينة الجديدة الرياضية والحقيقة يعني كنا عارفين معلومات متدولة كده عن الانشاءات اللي تتم هناك إنما الحقيقة شفناها في حاجة جميلة جدا جدا وطبعا اختيار مناسبة بداية تدريبات المنتخب استعدادا لكاس الأمم الأفريقية وحضور السيد الرئيس طبعا لهذه المناسبة أعتقد أنه هو له دور مهم جدا في رفع الحالة المعنوية لللاعبين والمنتخب الوطني قبل هذه البطولة اللي كل العيون طبعا متترقب منتخب مصر حيعمل إيه في البطولة ولما بقول برضو رفع الروح المعنوية كابتن إسلام نعم يعني الدولة بتوفر زي ما قال سيادة الرئيس كافة الإمكانيات اللي هي الخاصة بالملاعب وهو قال كده فعلا قال لهم إحنا بنعمل الإمكانيات أو بنقدم الإمكانيات كلها ويتوقف الباقي عليكم بشر بتحبوا بلدكوا تبزلوا كل الجهد أعتقد دي كمان جزء مهمة قوي من القيادة السياسية اللي هو الدعم المعنوي أنه الرئيس بيتكلم معهم وشايفهم وشايف أداءهم وعملهم في هذه المرحلة وبيتهاء لأنه ده مهم جدا في زيادة الدوافع الموجودة عند اللاعبين أصلا يعني اللاعب عندها دوافع من المشاركة صحيح ومحاولة الحصول على هذا اللقب لكن اللقاء السيد الرئيس بيهم مية في المية بيبقى له تأثير يعني إيجابي في زيادة الدوافع عندهم استعدادا للمرحلة القادمة ويا رب يكون بداية طيبة إن شاء الله لمشاركة فعالة وبرضو هنا كابتن إسلام المشاركة الفعالة أنك تعمل أقصى ما في وسعك أن أنت تحقق الأهداف المحطوطة قدامك صحيح والتوفيق في النهاية بيعتمد بقى على توفيق ربنا سبحانه وتعالى أنك أنت تحصل على الجايزة اللي أنت عايزها من البطولة يعني